موسيقى سلام عليكم مشاهدين الكرام هذه عناوين المسائية مع بداية العد العكسي لنهاية العطلة الصيفية سنرصد معكم أجواء الأسبوع الأخير من شهر غشت بزيارة الاكتشاف غابات الأرض بمدينة أزرو وشاطئ سيد كوكي بسواحل جنوب مدينة الصويرة مقادور ومن القدس سنتابع الحفلة الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف لاستقبال الأطفال المقدسيين العائدين من المغرب وذلك بعد اختتام مخيمهم الصيفي بالمملكة مخيم ستظل أجواؤه موشومة في ذاكرة أطفال المقدس وفي الدقائق الخمس الأخيرة من المسائية سنستضيف الكاتب المغربي سعيد محافظ سنتعرف معه وفي قراءة متأنية على إصداره الجديد كتاب بعنوان عندما حلقت في سماء ناس الغوان مستهل المسائية أيضا من غابات الأرض بنواحي مدينة أزرو منتجع سياحي ووجهة مفضلة للعديد من العائلات في هذه الفترة الأخيرة من العطلة الصيفية فبين مرتفعات الأطلس المتوسط بإقليم إفران تعتبر شجرة الأرزي الأكثر شهرة بتواجد أشهر شجرة معمرة وسط فضاء إيكولوجي يستحق الزيارة لعشاق السياحة الجبلية الروبرتاج لحمزة الصالحي بتحرير جهان الدبلالي تحت ظلال أشجار الأرزي يختار عشاق السياحة الجبلية تنزها بعيدا عن حر شمس الصيف هنا أنشطة متنوعة يقوم بها الزوار للاستمتاع جئت رفقة عائلتي لهذه المنطقة لاكتشاف الطبيعة والاستمتاع بجو الغابة قبل أن أعود إلى الديار الفرنسية إنها فعلا منطقة جميلة ويجب المحافظة عليها هي الشجرة المعمرة بجبال الأطلس المتوسط هنا بأزرو يتجاوز عمر أشجار الأرز ثمانمائة سنة ثروة غابوية تحتضن قردة الماكو قردة تتجاوب مع الوافدين وتغريهم بإعادة زيارة المنطقة وهذا منتجا سياحي يخص الساكينة والزوار يحفظوا عليه وعلى هذه التورات هذه الشجرة التي لديها تاريخ كبير وعاريق هذه التروة يجب أن نحافظوا عليها لأنها طالت تهميش للأسف الشديد كانت أشجار التي تدرع في الجذور كانت شوية الإهمال هي إذن دعوة للمحافظة على البيئة وحماية الطبيعة لقضاء أوقات ممتعة خلال العطل أوقات لا تحلو إلا بلمة الأحباب وتناول كاس الشاي المغربي من غابات أزرو ننتقل إلى شواطئ مدينة الصورة قرية سياحية صنفت ضمن أجمل القرى السياحية عبر العالم سيدي كوكي بشاطئها الطبيعي المتفرد قبلة للمصطفين المغاربة والسياح الأجانب من هوات الرياضات البحرية زيارة لواحد من أجمل الشواطئ المغربية شاطئ سيدي كوكي جنوب مدينة الصورة موغادور مع يونس الصباح بتحرير سوفيال بوعزوي على بعد 27 كم عن مدينة الصورة يوجد شاطئ سيدي كوكي منطقة تعد محطة ووجات سياحية للمصطفين المغربة والأجانب وهي مصنفة ضمن المناطق الرطبة ذات الأهمية الإيكولوجية لجمعها بين الكثبن الرابليات والغطاء النباتي والبحر بين رمالها الدهبية وشمسها الصاطع صيفا اعتد المغاربة والأجانب قضاء العطلة الصيفية بقرية سيدي كوكي قرية تعد من أكثر المناطق السياحية في المغرب جلبا وتأثيرا على عشاق ممارسة ريادة ركوب الأمواج سيدي كوكي منطقة رائعة لممارسة وتعلم ريادة ركوب الأمواج إنها قرية جميلة وهادئة جميع الجنسيات يزورونها قبل سنتين الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أدرجت قرية سيدي كوكي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم إلى جانب 41 قرية الرواج الاقتصادي لقرية سيدي كوكي يظل حكرا على فصل الصيف والمنطقة في حاجة للتعزيز الاستثمارات وتقوية البنى تحسية حتى تتمكن من استقطاب المستثمرين من داخل وخارج حدود المملكة ننتقل إلى القدس حيث نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف حفل استقبال للأطفال المقدسيين العائدين من المغرب بعد اختتام المخيم الصيفي والذي توج بالاستقبال الذي خصصته الأميرة للا حسنا بأمر من جلالة الملك رئيس لجنة القدس مخيم الأطفال المقدسين بالمغرب شمل عددا من الأنشطة والزيارات لاكتشاف التنوع التقافي للمملكة أنشطة ستظل بكل تأكيد موشومة في ذاكرة الأطفال المقدسيين المتابعة معك سعيد أجنة أيام لم تكن عادية بالنسبة لأطفال القدس أيام ستظل راسخة بذاكرتهم تعرفوا من خلالها على مختلف معالم المغربي واكتشفوا تاريخ المملكة الغني بروافده ولعل ما ميز هذه الأيام استقبالهم من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنا بأمر من جلالة الملك محمد السادس جدا سعيد بالنسبة لاستقبال الأميرة للا حسنا لأطفالنا طبعا هذا الإشي طبعا بعبر عن مدى حبهم لأطفالنا ومدى طبعا تضامنهم مع القضية الفلسطينية ومن أكثر الأشياء الجد كانت حلو استقبال سمو الأميرة للا حسنا لنا كانت شعري كثير حلو لنا شعري مستحل ننسى ولا مرة يعني انتهت أيام الدورة الرابعة عشر للمخيم الصيفي وعاد الأطفال إلى مدينة القدس ومعهم ذكريات لن تنسى هي مبادرة ملكية استفاد منها هذه السنة أكثر من خمسين طفلا وطفلة شهد في هذا الاستقبال مدى مدى تعلق هؤلاء الأطفال بالمملكة المغربية وما شاهدوه فيها وتوجه هذا الاستقبال باستقبال ملكي من قبل صاحبة سمو الملكي الأميرة للا حسنا بأمر ملكي مبادرة تنظف إلى المبادرات الإنسانية التي تقام لفائدة المقدسيين وتظهر العناية السامية التي يوليها جلالة المالك محمد السادس لمدينة القدس الشريف نواصل بالأخبار الدولية من القابون حيث يستمر حظر التجول وتعليق استخدام الأنترنت الذي أعلنته الحكومة القابونية ليلة أمس بعد إغلاق مكاتب الاقتراع وذلك في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية بهدف الحيلولة دون انتشار الدعوات إلى العنف وقال وزير الإعلام القابوني إنه إجراء بهدف تجنب انتشار الأخبار الكاذبة والدعوات إلى العنف قررت الحكومة تعليق الوصول إلى الأنترنت والأخبار الدولية نواصلها بجولة للمختصرات نستهلها بمقتل ثلاثة عناصر من مشاة البحرية الأمريكية المارينز وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة في تحطم طائرة عسكرية أمريكية على جزيرة أسترالية أثناء تدريبات مشتركة جولة للمختصرات الدولية من توقيع حمزايت مسعود ثلاثة قتلى في تحطم طائرات تابعة للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريبية شمال أستراليا السلطة الأمريكية قالت أن الطائرة كان على متنها 23 عنصران تأكد مقتل ثلاثة منهم فيما خمسة أفراد نقل للمستشفى في حالة حريجة الحادث وقع في جزيرة ميلفيل شمال أستراليا إلى روسيا التي أكدت بشكل رسمي مقتل زعيم مجموعة فاغنا المسلحة ييفجيني بريغوجين استنادا إلى نتائج الفحوص الجينية في تحطم الطائرة التي كانت تقله الأربعاء الماضي لجنة التحقيق قالت أن الفحوص أتبتت هوية الجوتة التي تم انتشالها من موقع الحطام ومطابقتها مع قائمة ركاب الطائرة وأفراد الطاقم 20 ألفا من أنصار المجلس الوطني لحماية الوطن تجمعوا بالعاصمة نيامي دعما للمجلس ولقراره بمنح سفير فرنسا مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد وهي المهلة التي ستنتهي في غضون الساعات القليلة القادمة المظاهرات طالت بالإضافة لاستفارة أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر رياضيا هذه المرة أحرزت البطلة البارالامبية نجاة القرعة أحرزت الميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأتقال لذوي الهمم وهي البطولة العالمية المقامة حاليا بدبي الإماراتية نتابع بهذا الخصوص التصريح التالي لبطلتنا المغربية نجاة القرعة مباشرة بعد هذا التتويش تحية طيبة لمشاهدي القناة الثانية الحمد لله اليوم كانت المنافسة جد صعبة وكانت منافسة فيها تحطيم أرقام قياسية عالمية والحمد لله أنني استطعت أن نحصل على المرتبة الرابعة والحصول على الميدالية الفضية في المجموع رياضيا دائما في كرة القدم هذه المرة تأهل فريق الفتح الرباطي للدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على نادي لوطو بوبو من البينين وسيوجه الفتح الرياضي في الدور القادم من كأس الكونفيدرالية حامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري وتتواصل اليوم الجولة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية إذ فاز فريق الشباب الرياضية السلمي على فريق اتحاد طنجة بهذفين مقابل لشيء في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب سانية طرمال بتطوان نتابع الفوز الأول لشباب السوالم في المتابعة التالية لمحمد القرطة إلى الاتحاد طنجة لم تثبت رؤيته في مباراة النادي الرياضي السلمية عثرة في بداية المشوار بعد إياب للتاريخ الموسم الماضي لفارس البغز خطأ في التقدير لهشام علوش لم يستغله زهير الوصل مع البداية العلوش كفر عن خطأ وتصدى لمحاولة الفعالية التي غابت عن المضيف حضرت لدى الضيوف يونس الساخي يستغل هفوة دفاعية ليوسف كونطي في الدقيقة الرابعة ويضع فريقه في المقدمة المد الأصفر تواصل في الدقيقة الخامسة والعشرين من قذيفة مركزة انتهت بين أحضان شباك عماد عسكرة أشرف حميد وقع ثاني أهداف النادي الرياضي السلمي على إيقاعه انتهى الشوط الأول في الشوط الثاني مع بداية حاول اتحاد طنجة تدليل الفارق دون أن يلال المراد في ظل تألق شمع اللوشة في الجهة المقابلة القائم حرم الضيوف من زيارة شباك اتحاد طنجة للمرة الثالثة ضغط ومحاولات النادي الرياضي السلمي على إيقاعه انتهى الحوار حوار منح الانتصار لكاتبة بوشعيب لنبركي في أول اختبار في المقابل اتحاد طنجة بات مطالبا بتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي سنتوقف معكم اللحظة مع قراءة متأنية للإصدار الجديد للكاتب المغربي سعيد محافظ الكتاب بعنوان عندما حلقت في سماء ناس الغيوان ويرصد المؤلف سردا وصفيا لمصاري الظاهرة الغيوانية بعين كاتب وشغوف بناس الحالة وناس الغيوان وموثق لمصاري هذه المجموعة الغنائية وضيف مسائية اليوم الكاتب سعيد محافظ عاشق المجموعات الغنائية المغربية والشغوف أيضا بالظاهرة الغيوانية مرحبا أستاذ محافظ شكرا على تلبية دعوة القناة الثانية شكرا لك بداية نقرأ الكتاب من العنوان ديالو عندي نسخة منه التي تكرمتها لنا عندما حلقت في سماء ناس الغيوان كسؤال أول الكتاب نقرأه من العتبة ديالو العتبة ديالو هي العنوان في هذا التحليق المجازي في سماء ناس الغيوان ماذا وجدت ماذا صادفت في هذا التحليق صادفت الكثير ذلك شيء كثير نعم هذه نحاول غير لخص نعم لأنه العنوان لماذا اخترت ذلك العنوان حلقت لأنه كان واحد طفل صغير غير يتعرف على ذلك المجموعة وهذا الواحد المجهول كبير يعني رأي طفل صغير أبعد عصفوره ويادك جاتي ذلك الفكرة وفاعلان سيحلق يبقى غادي بشو يبشو يحتيتي يوصل للسماء ديالنس الغيوان وغادي ينزل عندهم يعني رأي تشيره وقعنيت ماشي زمه وتحققوا كان عندي واحد حلم واحد الرؤية كتجيني وأنا صغير كتجيني وأنا صغير باللي يراكب واحد طموبيل وذيك الطموبيل في هالغيوان ونمعهم نعم ونمعهم كتجيني ذيك الرؤية وفالاخر تحققات فالثلاثة وثمانين وثلاثة وثمانين وثلاثة وثمانين وثلاثة وثمانين وركبت معهم ما زالت طموبيل ديك طموبيل لك تكن حلم بها وشو صبح الله وحطني في القام رادي لأن أنا وزد الرباط ولكني واللي ما بغاش يتنسى لي هي فاش مشات الطموبيل وانا كنضوروه جيوتاني في الطموبيل ها وغداو وتبلي ينا دا كل حلم حيث الشي دي الغيوان روحاني رماشي زمارة النصر ما عارفه كماشي الناس بوهر عارفه هادو مش حواج روحاني من بعد قد ندخل قد نلقى واحد عواليم في شكاله جلد وهذا وتسخين واعليك شي كتير هذه النسخة ديال عندما حلقت في سماء ناصر الغيوان هي الجزء الثالث كان الجزء الأول والثاني هذا جزء الثالث نعم شنالك يميز ربما هذا الجزء هذا على باقي الأجزاء كالقاو توتيق كالقاو وقائع اللي عيشتي هنت مع المجموعة كالقاو كذلك شي أخبار لما تنشراتش شي معلومات ما منشورةش كالقاوها في هالكتب واذا ما باش تعرفش نقعة دارتان الجزء الأول نعم الجزء الأول على أساس النصف سالوليا الحكايات جال الجزء الثاني كان خدم معي العربية رياض الصحفي وبالحاجة وحمن توا مسكين هذا كالأستاذ مون وصديق ديالنس الغيوار يقل سبعنا وذلك شي المويمة نجبت له ورق مكتوب قلت له مودي يشوفوا هاتشي واش كتاب ولا ماشي كتاب لقاوة كتاب وبقيتك أنقل سانوا العربية رياض قل يا عندك لجزء الثاني هم خلال تعاويد ديالك ولا ندلي لجزء الثاني ولا نحبس مشي تقرتيز نظار لأن نعم كالكتاب آخر ديالي وهي بقى وكي جيوا حكايات كي جيوا كي جيوا وخسينوا وقع وقع مصوراتهم مش الكاميرا وهذاك شي توتيق ديال البلاد لأن نحن دا بنا ما جيناش واتقل هاتشي ومشينا وإلى ملتانا ومت بالحاج ومت هذا هرا ما كيش لغادي عاود لأن هذو مساكن المؤرخين عاودوا داك شي اللي كي أرخوهم بطريقة ديالهم كي اللي مشي عند مفاشكنوا في الحياة أرخوهم لا نتا نقول لك أنا راكب مع الغيوان في الصفية تهزدنا الصفية السرسان واشكولا قدي عاود لك هذي دبرا ما كان ما تشجلانش هذي را غير هذي را بوحد آآ را را داك نعاود كيفاش بدأت لقي قصة الخر إذا هذا أحدا كلها وهذا الكواليس كاللقاهم في الجزء الثالث كذلك جزء الثالث عاودتين كالدخال من الشخصيات ربما الأعضاء دي المجموعة العناصر دي لها عمر السيد العربي باطمة شكول يقريب لك بزاف اللي كنتي كتريح معه وفي الحقيقة هو اللي كنجلس معه بزاف وعمر السيد كتكبشي عنده درب قنابه العربي باطمة يلا فلي كوليس مش ما كتبشي عليك علالي علالي فلي كوليس عبد الرحمن فلي كوليس لا عمر سيد طورات القادية يجي في الطموبي مع الغيوان ولي كنرجعه في شي صهرم بجموعي نعم من الكتب داعيشي هجول كنار صحب هذا ولي صحب هذا مهام طبيعة الحال هذه الأحداث والواقع اللي نشرتها في الكتاب من الكتب كذلك اللي نشرتها مؤخرا على الظاهرة كذلك غنائيا اللي هي إزنزارن إزنزارن الشام خصوصا عبد العزيز الشام بغينا نسول وشكين علاقة فنية بين إزنزارن وبين ناس الغيوان هي على قراكين فنية و نعم دبا غيوان بنو في 72 لقدام كانت في 72 فقادير لقدام هي النواة الأولى دي إزنزارن وادوك لقدام فاشا يبدأ واخدو واحد أغنية دي الجلالة وقولوا الخليلي لمشي تبليل ونقدام منه كدو غنك نار ذنون وقولوا الخلي راكين تأثر ولكن نرى كلهم من طاقة نفس الأنغان لا إزنزارن مش هاولك العالم ديالهم باش ما نكذبوش الغيوان عندهم ستيل ديالهم إزنزار عندهم ستيل ديالهم باش ما راكيش كيتشابوه في الكلمات وفي الغيناء ديال مؤاناة ديال الشاب ديال طبقها من يكتشمهم دوية مغربية وحدة هكا جمعهم كلهم أمازيغيين كلهم مغربة كلهم المزيج هو اللي اعطب حل ده بالغيوان كلهم تقريبا أمازيغيين العربي باطمة من شاوية من أولاد السعيد أنا مشيت للبلاد ديالهم قافت صوير ديال جنبي راح اضرت فيه ثانيا ولكن هو مع مع الأمازيغيين تأو راكيش تفريق عزيز الشوخ كيفش عند العربي باطمة صاحبه عزيز علي وعبدالهدي عزيز عليها عمر السيد عبدالهدي زنزار صاحبه وعمر السيد وعزيز شام كان كان ساقف 81 في ربما يكون الجزء الرابع وورا وصلت للمسات الأخيرة شحويش معوت في الجزء الرابع اه في الجزء الرابع قريبا ساني ولكن دبا ما غضيش نصن ديالي الإصدار ديال وغا تصن تلع مش جاي باش الناس بعد باقي يقلبوا على الجزء الأول فينا هو فعاد تقول لي هم راكي التاني كتقول اليوم ثالث يقول لي وعاد الرابع بحلا كتعود من تشي حاجة يلا الرابع ما غيكونش مختلف لا مختلف لأن هنا غادي نهزك لواحد المرحلة كيفاش الناس الغيوان غيوقع لهم غاينس عبد الرحمن وغاينس العربي مسكين قل سمريض وكيفاش هاد العجالة غا تضع براشيد وردوان وحاميد غا يبقوا حاميد غا يغني لهم حنينا الروح وعندي قصة حنينا الروح يتعي داك حاميد باطمة هو حنين تيجل مسكيف لكوليس قام كيف يضريف وحد يعني كين ميت عوت شي ربما غا دوز واحد خمسين عام ما تكون عندو نفس القيمة دي حنا كل واحد غا خستان صفقو لي أي واحد شارك شي عمالك خستان صفقو لي ماشي نصافين بقوحنا غيل لا اللي عاول خستان ندكره اسميتو وندكر مهم كين راشيد باطمة تزخو العربي باطمة فاش مريد وعليش ما تعودش هالي شوف صعب راكن كيز وفاش كيموت العربي تيقول كنا بغيت عمر وراش فينا ومع جوج ديال الاشخاص بحل العائلة ديال ويعني كين اشي هنذا بغي ندخلك في الروحانيات ده الجزء الرابع غي يكون فيها اكتر ما هو روحاني اكتر ما هو روحاني لان تواري تستحق نعم هو رامني تقول روحاني ما كان امنش بالخرافة بعدها كان امن بالعلم ولكن الروحانيات ما لديش علاقة حي ده بكي تقول الروحانيات كي سحبوها تبدأ تقول لها نعم الروحانيات ده العالم ديال الغيوان ده كلهم درس تعلمنا منه وانا برأس اللي كان هضر معاك دابا وليدرت الكتوب داك البيئة فين كبرت معاهم واشتبع معاهم ومجلس معا داك الحكي ديال عمر وديال العربية وديال علال وده سعيد محافظ على قبول دعوة شكرا لك نذكر بعنوال الكتاب هو تحليق في سماء ناس الغيوان ووصل الجزء التالي ديال وكتلي ندب النوكين ربما سنو الجزء الرابع شكرا لك على قبول دعوة وكل هذه الإضاحات شكرا شكرا بزيق مرحبا وننهي من العاصمة الرباط مع صنع ليلة العيطة أمسية فنية تألق على امتدادها عدد من شيوخ ونجوم هذا الفن العريق في ليلة شكلت مناسبة أيضا لتقديم فنانين شباب من المتيمين بفن العيطة الروبرتاج ليوسف لطفي بتحرير محمد بوبكر إن صهرت الأسوات في أنغمها لتروي قصص الحياة بكل تجليتها ليلة العيطة تعيد عصف نغامة من التراث بعد ما شلت كورونا أوطرها لثالة سنواته موسيقى التراث العيطة ليس شي غير في الحسباوي ولا غير في التراث العيطة من تنجل غورة موسيقى هو لون غنائي يعتمد على أشعار تحمل معاني ورموز لا يفهمها سوى أصحاب الأرض فن العيطة جسر ثقافي يربط بين الماضي والحاضرة موسيقى تحاول ترجع للأصل وترجع للأصل تعامل معنا الجمهور كثير ما كنت أنا كنت وقع زمانا كنت نقول غادي نشط معي شوية عبر الزمن حيث يتجسد التراث العريق بكل جماله وأبعى تفاصيله مستحضرا في كريات الأجداد هذا العنوان هذا الفن المغربي مال القدس الشريف لاستقبال الأطفال المقدسيين العائدين من المغرب وذلك بعد اختتام مخيمهم الصيفي بالمملكة بقية برامج طيبة وبداية أسبوع موفقة نرجوها لكم لا تنسوا متابعتنا على تطبيق مايدوزيم وعلى منصاتنا الرقمية نهاية هذه النشرة طاقمها التقني والصحفي حيكم والسلام عليكم